مع الزميلة شرهان أبو الحسن وغنى يعني أم كنثوم هي عنوان للفن الجيد والنقل الهادف اللي لا يمكن يعني يختلف عليه اثنان يعني ايه اللي حصل هنا؟ يعني انتوا ش استمعتوا للراجل؟ ايه اللي حصل؟ انا مش شايف فيه ازم طيب خلينا اسأل وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيد الوزير اهلا بيك اهلا استاذ وائل واهلا بحضيتك ومحبا مستدعي الله يخلى حضيتك سيد الوزير الله يخليه تعلم معزتنا الكبيرة لك يعني ابني اكلم تأكدنا دايما على دورك التنوير يعني بس الحقيقة يعني انا جبت مجموعة مشاهد قلت مفيش تناقض سألت نفسي سؤالا هل يوجد تناقض بين الدين والفن الجيد اه فقلت بالتأكيد مفيش تناقض وجبت ام كنثوم وهي يعني تتلو القرآن تلاوة يعني لسه هنشوف مشاهد للموسيقر الكبير محمد عبدالواب ايضا جبت الشيخ مصطفى اسماعيل احد ملوك امبراطورية التلاوة في مصر وهو بيغني ليلي عين يعني مفيش حد قال انه ده اساءة للأظهر واساءة للدين واساءة للدعاء لماذا اتخصتم الموقف سيد وزير ضد الشيخ ايهاب يونس يعني انه غنى يعني غناءا لجأ للفن النقل الهادف يعني اظن حضرتك احنا تعودنا معا مع حضرتك وانا وحضرتك مع السادة المشاهدين ان الحوار يعني العقلي الواعي الهادف الى بيان الحق بعيدة عن الجدل في طاح القضايا كلها الحقيقة احنا تصرفنا بمنتهى العقل والمنطق والموضوعية بيان الازهر الشعيف اولا كان واضحا وصريحا في احترام الفنون الراقية على وجه الاجمال وان كما قلت الدين لا يتعاد مع الزوق الراقي والفن الراقي وتهزيب الاحاسيس الراقية ولكن هناك نظرة دايما الحقيقة في منظمنا وفي كل الرؤى احنا لا نمين لا الى الافعاط ولا الى التفايد لا الى التشدد ولا الى الاتجاه الاخر والحقيقة هناك مهن للفن رسالته وللعالم رسالته وللواعز رسالته وللامام رسالته وهناك مهن لها تقاليدها ولها ضوابطها التي يرتضيها اهل هذه المهنة فمثلا الامر ليس قصرا فقط على كونه خطيبا او اماما ولكن هناك مهن مثلا كالقاضي الذي يجلس على المنصة له تقاليده وله ضوابطه الاجتماعية والناس تنظر الى السادة القضاء نظرة اعتبار معينة ولا تقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم كذلك في مواقع معينة كالمواقع القيادية التنفيذية ما يقبل من عمة الناس ربما لا يقبل من انسان ليس اماما على الدطاء وربما لا يكون مسلما اصلا ولكن موقعه التياسي او موقعه الاجتماعي او وضعه الوظيفي واحنا الدين علمنا ان العرف شاهد وحاكم بضوابطه وانا اهدد حضرتك نموذج ارجو ان تتحملني فيه قليلا لا اتفضل اتفضل العرف عند لما تجي كنت تقرأ في فقه الشفعية يشترط في فقه الشفعية يشترط في الشهادة في الشاهد ان يكون عدلا الشاهد لا بد ان يكون عدلا واشترط للعدالة المرؤى كان في عصر الشفعي وفي ايام الامام الشفعي في ايام هو الذي يمشي مكسوف الله عديم المرؤى ونحن نشأنا في فقه لعقود قريبة كان عندما ييجي بعض الناس يقولك هذا انسان مكشوف الله يعني لا يستحي لان عادت الناس في هذا المجتمع انهم يغطون رؤوسهم وان من يكشف رأسه يعد قليلا الموء هذا الكلام لا يمكن ان اطبقه الان ولا اقبله الان لان سيادتك وكبار المثقفين وكثير من العلماء وزملائنا من اساتذة الجامعات من كبار علماء الفقه والاصول والقضاء واصبح كشف الرأس عادة القوم وكان الفعل من فعل العادات فلما كان ذلك في ايام الشفعي كان يعتبر كشف الرأس مخل بالموء لا يمكن لاحد ان يأتي الان على الاطلاق ويقول هذا لان عادة القوم تتقبل كشف الرأس فالعرف محكم فعادة الناس تنظر الى رجل الدين والى العالم على انه يحافظ على سمت معين ورسالة معينة لا يتقبل الذوق العام ولا المجتمع غير هذا فحتى ينظر الناس الى رجل الدين على انه صاحب توجيه دين مح وعلى اقل تقدير تقطع الجدل يسيدي اللي عايز يشتغل في الفن اتفضل يشتغل في الفن لا نحظر على احد ولا نحق عليه ومن عاد ان يشتغل باي مهنة كالقضاء كالمواقع التنفيذية كالدعوة فلها ضوابطها ولها ادابها ولها تقاليدها ومع ذلك ايضا كل ما فعلناه ان احنا كلمة ايقاف عن العمل لا لم نوقف عن العمل ولم يصدر قائب وقف العمل فلكن قلنا ان ما اتى به لا يتناسب مع طبيعة عمل الامام ومدونة سلوك الامام الوظيفية ولان هذا الباب لو فتحناه لجزنا الى مشكلات لا تنتهي على الاطلاق يبدأ يسيان ثم بعد ذلك تنفتح ابواب لا تسد قلنا ما جاء به لا يتناسب مع طبيعة عمل الامام وكونه داعية ونظر الناس اليه كاجل دين يتلقون عنه كمبلغ عن الله واسوله فقلنا هذا يتقاض جميع الاتبه يلحق يتقاض الاتبه الطبيعي الا طبعا خطبة الجمعة لاني نظمها قرار خطبة الجمعة لها بدل صعود منبر لمن يصعد المنبر اما باقي مؤتبه وكل ما له من قضايا وظيفية فالحقناه لم نقف على العمل وانما قطعا للجدل قطعا للجدل وفي اطار القوانين المنظمة وقانون الدولة اكد وصدر بيان الوزارة بان التحقيق ولن يحصل على اي جزاء بمعرفة الوزارة وانما في ضوء ضوابط العمل ومدونة السلوك الوظيفي وواجب الامام وتبعاته افعنا الموضوع عند اكتمال التحقيق سيتم رفعه الى الجهات المختصة بالنيابة الادارية وفي ضوء القوانين المنظمة لعمل الامام وما يقتضيه واجب الوظيفة هي التي ستقدر ان كان ما اتى به يخل بواجبه الوظيف وفق مقتضيات الوظيفة او لا يخل اما تقاليدنا وعاداتنا وعويتنا وتقبل المجتمع وطبيعة العمل الدعوي وما اجمع عليه الجميع في القطاع الديني واللجنة التي تشكر الكيادات اننا لو فتحنا هذا الباب فاننا يعني انت انت تخوف حضرك يعني يعني راجل غنى دلوقتي لام كلسوم لسه فاكر فانت متخوف ان لو فتحت هذا الباب يعني هندخل بقى فيه حاجة استاذ وائل بنسميها في الاصول والقواعد سد الضائع وحاجة تانية استاذ وائل انت في عالم فيه الرأي والرأي الاخر والطرف والطرف الاخر فنحن ده نهيد لاني خد بال حضرتك في نقطة مهمة جدا 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 لابد ان نفهمها فيه الان هجوم سواء على الدولة المصرية او على الانظمة العربية او الاسلامية وكل ما تفعله الجماعات المتطرفة وجماعة الجماعات الارهابية وكل الجماعات الارهابية بتبني منظورها عند العامة على اساس حاجة واحدة ان الدول دي مش عايزة دين وان الحكومات مش عايزة دين وحتى الاوقاف مش عايزة دين واننزل كلهم بيحاربوا الله ورسوله احنا صيح ما بنخافش طالما اننا على الحق وطالما احنا على الحق انت عارف لا نخشى في الله لو ما تلائم وهديك نموذج هقولولك يعني هيصر احصدها حضرتك اه عقب المداخلة دي في بعض اندقات تأكد لك ان احنا ما بنعملش حساب للكلام طبعا ان احنا بنرضي الله ونعمل ما فيه المصلحة الوطنية هذه الجماعات تبني نظريتها على ان الدولة تساند التسيب والانفلات ولا تريد دين وانها بتحارب الدين فعندما تجد امرا كهذا اه حتى لو كان فيه وجهات نظر قابلة للارزوزات تقول لك مش بيقول لكم بها اهم بضيع الدين وهناك من العامة من لا يتقبل لا حسه ولا زوقه ولا عفه المجتمعي ولا الاجتماعي هذه الظواهر فسد الظائع ودفع الخلل يقتضي ان يقول من قاد ان يتفرغ للفن فليتفرغ بمعزي عن الدعوة حتى لو بقي لدينا حتى وكان موظفا عاديا لكن اما ان يجمع بين امرين لا يتقبل هما المجتمع معا ولا يتصوى مجيئوما من شخص واحد فهذا يتنافى مع مدونة السلوك الوظيفي التي نربي عليها ائمتنا وعلماءنا لاننا نريد ان نقول نحن احرصوا على الدين منكم واغروا على الدين منكم وهنا في هذه المرحلة لا نحتمل ان ندخل في مسائل جدلية تفتح علينا ابوابا لا تساد النقطتين اللي اقول لهم لحضرتك دول اهم نقطة انت فكر حضرتك اتكلمنا في الزوايا والمساجد وانا قلت نقطة قلت لن نسمح ببناء زوايا جديدة على الاطلاق ولاني حتى اكدت اني لما اتكلمنا عن المسجد الجامع قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى النبي في المدينة اسس المسجد الجامع والفقاء اسسوا المسجد الجامع قلت احنا عملنا السنة دي في الصيف مدرسة المسجد الجامع وبالمناسبة وانا بكلم حضرتك الان انا بعض مشروع هنعلن عنه خلال يوم او يومين باذن الله وهي منطلق قريبا على مستوى الجمهورية المدرسة القرآنية بالمسجد الجامع بدل ما الجامعات اياها تحت مسمى تحفيظ القرآن تاخد اولاد الناس وانت مش عارف تودي اولادك فين احنا هنيجي في المساجد الكبرة الامنة المساجد الزائسية في المدن وهنعمل في كل مدرسة في كل مسجد مدرسة تحت اشعاف الائمة والمحفظين والمحفظات المعتمدين والمعتمدات من وزارة الاوقاف وبالمجان على مستوى الجمهورية اه على اعتبار انه بعض الجامعات المتطرفة كانت بتكتزب الاطفال والنشئ بهذا الشكل يعني تعالوا نعلم وداك القرآن وبتاخدهم تختخطة فاقولهم يعني شوفوا استاذوائي النقطة مهمة جدا اذا غابت اذا غاب الاهل الحق او غابت الدولة اه تلا في مؤسساتها المجال هيتفتح لهذه الجامعات لكن سيادتك عايز انت راجل بفطرتك او اي حد عايز حفظ ابن القرآن ملاقاش حد يحفظه يوديه للفاتح لكن لما انت توجده البديل الامن هم كانوا بيكتزبوا اولاد الفقراء ليه حفظك ابنك بالمجان وهديله هدايا وهديله قد لا احنا بقى كدولة كدولة ممثلة في اصالة الاوقاف في هذا الجانب هنحفظ اولاد الفقراء بالمجان وهنديهم جوائز وهنكرمهم وفضل الله علينا واسع في مؤيدنا الذاتية فهنبدأ نعمل مدرسة الجانب التاني المحفظ احنا اشترطنا شرطين ان يكون حافظا لكتاب الله لان فقد الشيء لا يعطيه لان لو واحد مش حافظ ايجي حفظ مين اتنين بوضوح شديد وباعلنها دون حقات ولا تعدد ان لا يكون منتميا لأي جماعة او اي فقرة متطرف او لأي انتماء لأي جماعة او موظف ايدولوجيا فهننتقل الناس بحيث تقول ادي المدارس القرآنية الناس ودوا اولادكو في المدارس الامنة فبنحيي قضية المسجد الجامع وقلت حاجة اللي عايز ابن مسجد الجامع مش بنضيق على بناء المساجد بننظمها لو سياستك بقول على الهواء في فيناميك سياستك لو واحد عايز يبني الف مسجد يتفضل وهديله الف مكان يبني فيهم بس هديله في المكان هو فيه قرية فيها عشرين مسجد وستة وثماشر يكفوها او ستة فيه قرية فيها مسجد واحد ونسوا الساعة ومحتاجها مسجد جديد ابني في المكان اللي محتاج اليه اه مش المكان اللي هو عايزه يعني يا سيدي كمال لو عايز يكتب اسمه نكتب له تبرع من خلال يعني المساجد لله سبحانه وتعالى يعني لانا بقول لك وفي اي مكان يعني الحاجة التانية اللي انا بقوله على الهواء ايهما يكون السواب اعلى انا عايز ابني مسجد ابني للمكان اللي محتاج ولا اللي مش محتاج لو بنيت في المحتاج اكون اعلى سوابا تبقى احيانا البلد فيها خمستشفى المسجد وزي الدين وكافيين والبلد عايزه مدرسة او مستشفى او مكتب بريد ومحدش عايز يتبرع انا بقوله على الهواء وبقوله الحكم الصارعي الاولوية والسواب الاعلى حسب الاحتياج فلو الناس محتاجين للمدرسة فالسواب اعلى في بناء المدرسة لو محتاجين للمستشفى السواب اعلى في بناء المستشفى السواب اعلى من بناء المسجد يعني طبعا لو فيه قرية المساجد كافية وليس بها مستشفى او مدرسة لو سألتني ايه ما افضل واعلى ثوابا بناء المسجد او المدرسة اقولك بناء المدرسة او المستشفى لان العبارة بقضاء حوائج الناس وتدور المصلحة حيث تكون المصلحة تبمين اللي نظم ده في كل جهة المدرس تنظمها التابعة والتعليم المستشفى تنظمها الصحة المساجد تنظمها الاوقاف لان هي اللي عندها الخريطة الواسعة النقطة التانية دورتها لحضاريتك بقى اه عشانا عاملين عدة برامج وان شاء الله لعل الوقت بقى نشرح احدها بالتفصيل اخر ببرنامج تم امتحانه من برح والنهاردة ما يسمى ببرنامج الامام المجدد اهنا عملنا التدريب برامج الاول يبدأ بامام المسجد الجامع اللي هنأهله عشان يبقى امام مسجد كبير اه ثم امام متميز يتولى قيادات غسطة الاهم بقى وصلنا الاعلى مرحلة بيتقدم ميتين وتمانين من افضل ائمة ما بين حاصل على الدكتوراه ومتحدث لغة اجنبية بنعمل لهم برنامج تدريب المدة تمنمين تاعة تمنمية ياخد علم نفس وعلم اجتماع وعلم الجمال واقتصاد وعلم سياسية وتنمية بشرية ولغة اجنبية وحضارة انسانية ومدارس فكرية قديمة وحديثة وتواصل اعلامي اضافة الى العلوم الشرعية وينسميها زمالة الاوقاف انا لدي امل ان كل من يتخرج من هذا البرنامج سيكون اماما عصرية مستنيان وقلت الهدف ان نتحول لحالات الاستنارة من بعض الحالات الفردية الى استنارة جمعية وعامة تسري في الاوقاف تابع النقطة الثانية خلال سنة اللي مش هيقدر يدخل امام مجدد هيدخل امام متميز اللي مش هيقدر يدخل امام متميز هيدخل امام مسجد جامع لابا هتتبقى مجموعة ليلة كل الجديد الان يا استاذ وائل وانا بقول على الهواء كل من يدخل اماما كل من يدخل اماما لابد ان يكون مشوى عالم وفاكن لما الشباب بضح خطباء المكافأة كانوا مع سيادتك على الهواء واحد قال احنا اديني سنة اديني سنة عشان اقضاقة عملنا النظام كالآن قلنا هنعمل بعد ديها ومن خلال الدراسة اللي كنا شغالين عليها هنرفع بدل الخطبة بالمكافأة وبعضهم شغال مدازل الشغال عامل تاني تلا 400 جنيه تبدأنا هديك حاجة تاني جنبيها لو انت كويس هخليك تصلي المغرب والعيشة في الفجر والفجر في المسجد اللي جنبي بيتك وبنسميها مقيم شعائر بالمكافأة وهديك كمان 400 يبقى 800 طيب لو انا وديتك في الحافظة فيها عجل طرم حافظتك هديه ما بين 1200 و 1300 اللي هو الحد الادنى للاجوار ومع ذلك هديك كانيه خطيب مكافأة ومقيم شعائر بالمكافأة المدة سنة بعد سنة لو سببت وجودك هسمح لك تدخل مسابقة الامة بعد ما يكون اعدادتك وانا قلت كلامه بعيده بقى في برنامج حضرتك خلال عام على الاكثر عاملين محالة انتقالية عافع كفاءة جميع الايمة وهنعمل ضوارات في كل محافظات ومعسكرات لكن بعد سنة بنعمل تصفية ونتحاسب بعد سنة امام المجتمع ان احنا بنكتهد بنكتهد عافع كفاءة الامام لصواء غير مسبوقة بين المستوى المتميزين على الاصطناعة ستاة زوائل احنا بإذن الله من خميس هنفتدح المركز استقافي العالمي بمدينة شام الشيخ اللي فيه خمسين جهاز من احدى في الاجهزة واللي هيخاطب المراكز الاجتماعية في العالم واستلم العمل فيه الفعل اول ستة ائمة ثلاثة من خضيج اللغات والترجمة اللغة الانجليزية وتلاثة من اللغة الفرنسية بعد ما اختلناهم من بين حوالي 80 امام تم اختبارهم في اللغة الاجنبية وفي الضراسات الصراعية من خلال اساتيزة الازهر المتخصصين في الجامعة عشان طبيعة المدينة السياحية يعني لا احنا كمان مش طبيعة المدينة اذا طبيعة المدينة ده من جانب اتنين هذا المركز ستواصل مع جميع المراكز في العالم لنشر سماحة الاسلام في المقابل بقى اخلال سنة بنعمل طوارات تدريبية واخلال سنة انا بقولها ومن حق الجميع علينا نعمل ضوارات تأهيل ونعمل مسابقات ونعمل امتحانات لكن خلال عام ان شاء الله هنبقى نفتح معك حديث مطول بس سؤال اخير عشان الموضوع اللي بدأنا به الدكتور محمد مختار جمعة لثقتي في التجاه التنويري دائما لا يخاصم الفن وبتسمع ام كل سوم اكيد سات الوزية هكمل لك حاجة تسمع ايه او ما تسمعش ايه الامور الشخصية يعني لا يجيب عنها الشخصيات العامة لان كل واحد يطأك وشأنه فيما بينه وبين نفسه لما نخاصم الفن على الاطلاق لا انا واحد من الاظهر ومن الابناء الاظهر اللي انت عارف الحمد لله بنحاول نفهم امونا الرحل ونحن لم نأتي عند اخل عش الرجل ولا عند مؤتبه ولا عند حق ابنائه ولكن منعناه مما يسير الجدل قطعا للجدل في وقت لا يحتمل الجدل واحل الموضوع بأمتي الى القضاء بشكرك سات الوزير الف شكر دكتور محمد مختار بس يا جماعة يعني ليه التأكيد دايما على ان لا تناقض بين الدين والفن على اعتبار ان البعض اخذ هذه القضية هو الرجل عوقب لانه غنى لام كلسوم طب يعني تبدال غناء الجيد او الفن الجيد يعني وبالتالي سات الوزير وضح يعني ان هنا بيغلق بابا لو فتحه فده يعني غنى دلوقت لام كلسوم ممكن حد تاني غدا يغنى نلاقي بقى بيغنى مهرجانات والاغاني اللي انتو معرفين يعني ربما يعني هي وجهة نظر وفي وجهة نظر تانية بتقول انه الشيخ الحقيقة ربما لم يخطئ يعني وما فيش تناقض